اعد مجلس الوزراء الاوكراني مشروع الميزانية الحكومية لعام 2020 الذي اقر في اجتماع استثنائي عشية يوم الامس وذلك بغية تقديبه للقراءة الثانية في البرلمان يوم الغد الثلاثة وصف رئيس الوزراء الاوكراني اليكسي هونشاروك مشروع الميزانية للعام الجديد بمشروع تنمية البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين واشار هونشاروك الى ان الدولة خصصت ميزانيات من اجل تطوير قضايا استراتيجية وذات اهمية للمجتمع وخاصة نظام الرعاية الطبية